موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قلات المرابطون نستهلها بالعنوين الجمعية الوطنية بنواكشوت تصادق على مشروع قانون المالية الأصلي بعد أزيد من شر على مصادقة مجلس الوزراء عليه هيئات ناشطة في المجتمع المدني تذير من جديد مشروع قانون مكافحة تدخين بموريتانيا وتدعو النواب للمصادقات عليه موسيقى لقاء مرتقب مساء غد ضمن الجولة الثامنة من الدور الموريتاني لكرة القدم بين النادي زمزم وتجونين موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة صادقت الجمعية الوطنية بنواكشوت خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 المتوازن في الإرادات والنفقات ووفق القانون المصادق عليه فإن ميزانية موريتانيا للعام 2016 تصل 451 مليارا و167 مليونا و622 الفوقية وتأتي مصادقة نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية الأصلي بعد مرور أزيد من الشهر على مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني عليه بحث برلمانيون وممثل عدد من الهيئات الناشطة في المجتمع المدني خارطة طريق تفضي إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بمحاربة التدخين المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء عام 2012 جاء ذلك خلال لقاء في نواكشوت منظم من طرف وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة عدد من هيئات المجتمع المدني نتابع في مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ملتقا في العاصمة نواكشوت حول مخاطر التدخين في موريتانيا منظم من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في موريتانيا ويشارك فيه فاعلون من قطاعات حكومية وبرلمانية وإعلامية إضافة إلى بعض الهيئات المعنية بمحاربة التدخين ويبحث الملتقى آلية وضع خارطة طريق محكمة من أجل محاربة التدخين في موريتانيا والإسهام في الدفع بالبرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون بهذا الخصوص قد أصبح التدخين إحدى مشاكل الصحة العمومية في بلادنا نتيجة تعاطيه المتزايد والمقلق من طرف الكثير من المواطنين وخاصة الشباب وذلك بالرغم من كون العديد من المعطيات العالمية تثبت أن التدخين يؤدي إلى العديد من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين كما يعد من عوامل خطر الإصابة المختلفة السرطانات من سرطان الرئة والفم والحمجرة والكلاوة والطحان تضمن الملتقى مداخلات حول سبل القضايا على ظاهرة التدخين والتي يقول البعض على أن الحكومة الموريتانية يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل المصادقة على مشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الموريتاني عام 2012 حسب اللي اسمعت واركاتي وقال الممثل من المتصحة العالمية أنه آئتي رتيري أنه نسحب من البرلمان وعاد شورة وزارة الاتصال وعادة بعد البرلمان وهذه السابقة إحنا ما كنا نتوقعها وكنا نتوقعون أنه يصادق عليه من الحين لآخر أظهر المصادق عليه ظاهر أن رئيس الجمهورية سيد محمد عبدالعزيز بعون الله تبارك وتعالى يتدخل إياك موريتاني تسرك من مخاطر التدخين وعلى مدى يومين في العاصمة نواكشوت سيتلقى المشاركون في الملتقى عروضا يتوقع أن يخرجوا بتوصيات بشأن محاربة التدخين دعا وزير التهذيب با عثمان إلى الإسام في إنجاح البرنامج الوطني لأحياء التراث القيمي المعلن عن انطلاقته قبل أيام في نواكشوت وذلك لتكريس سمات لمدرسة الجمهورية التي قال إن قطاعه يهدف إلى تكريسها وأكد با عثمان خلال إطلاق برنامج يحياء التراث القيمي على مستوى وزارة التهذيب على العلاقة بين الثقافة والتربية فيما يتعلق بنشر القيم إن العلاقة بين التربية وبين الثقافة خاصة في جانبها القيمي علاقة مقضوية إلا تتحقق التربية دون الرجوع إلى القيم المجتمعية المجتمعية التي هي ززع من كيان الأمة وملامح أقدها الاجتماعي الضامن للتعايش سلميا من شأنه أن يعزز اللحمة الوطنية ويعيد للإنسان المرث عن قيمته وأمنه أيها السادة وإيها السيدة إن الأمة الموريتانية العظيمة يجب أن تولم متمسكة بتراث قيمه العصير الذي هو ززع الأوفر من ثروة المعنوية التليدة تجنبا لما يشهد العصر من تراجع غير مسبوق في قيمه وهو ما يتطلب من كافة الشركاء التربويين تلاميذ آباء مدرسين مؤطرين مضافعة الجهود حتى يجعلوا من المدرسة الموريتانية آدات فائدة لرفع هذا التحدي قالت توزيلة الثقافة والصناعة التقليدية هندو من تعيننا إن الحكومة الموريتانية تسعى إلى تنفيذ البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي على مستوى مختلف القطاعات وتعتمد في ذلك على شراكة مع مختلف الفاعلين خصوصا في المجتمع المدني فهذا البرنامج تنفذه الحكومة على مستوى جميع قطاعاتها بناء على توجهات صريحة من فخامة رئيس الجمهورية وتتخذ من المجتمع المدني بمعناه العريض وبكل أطيافه شريكا حقيقيا في ذلك تماشيا مع متطلبات المخطط الوطني للتنمية الثقافية الذي يعد البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي إحدى مكوناته وإنني على يقين أنكم ستكونون خير عون ورسول لبث مكارم الأخلاق لأن تلك هي رسالتكم نظم بالعاصمة نواكشوت ملتقا حول تحريم الرشوة واختلاس المال العام في الإسلام شارك فيها عدد من الفقهاء والناشطين في المجتمع المدني ويأتي هذا الملتقى ضمن النشاطات المخلدة لذكرى اليوم العالمي لمحاربة الرشوة الذي يحله في التاسع عام شهر دو جمبر من كل عام تفاصيل أوفا في هذا التقرير إصدار بعنوان تحريم الرشوة في الإسلام عكف عليه نشطاء في المجتمع المدني وبعض الشخصيات العلمية لتأصيل حربة الرشوة في المعاملات الحياتية وتبين موقف الشرع والقانون منها المؤكد والمعلوم أن للرشوة آذاراً ومخلفات سلبية على الدولة والمجتمع ومن هذه السلبيات على سبيل المثال للحصر تدني الخدمات في المؤسسات الصحية تدني الخدمات في مجال التعليم تهديد السلم الاجتماعي لقد اتخذت الحكومة الموريتانية إجراءات معتبرة في هذا المضمار سأذكر من بينها اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة وكذلك مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الباحثون الذين قالوا بأن إصدارهم العلم جاء مواكبة لليوم العالم للرشوة ومساهمة في التوعية والإرشاد المصاحب لفعاليات تبيان مخاطر الرشوة على الدولة والمجتمع أنه كل مال دفع ليبتاع من ذي جاه عونا على ما لا يحل البخاري عرفها بأنها كل مال يدفع لكي يأخذ من صاحب جاه عونا على ما لا يحق بمعنى أنها لا تدفع مثلا من دفع مالا للصي لا يعتبر شيئا له إنما هي للي جاه معناها المصطلح نفسه كلهما عطاء مالي ولكن العطاء لا لم يكن لصاحب جاه لا يعتبر ذلك رشوة الرشوة التي وفقا لإحصائيات جديدة تؤكد تسجيل ارتفاعا في المعاملات داخل الدولة وبين المواطنين في ظل تشريع عدة قواننا وعقوبات للقضاء عليها كآفة تهدد نمو المجتمع في انتظار إسهام الإصدار العلمي في التوعية ووضع النقاط على الأحرف بمخاطر الرشوة التي تتحد الحكومات العالمية على محاربتها والسن القواننا لترصد من يتعاملون بها أثار إعلان مجلس الوزراء مصادقة على إنشاء ثلاث محاكمة مختصة في قضايا الاسترقاق الحديث مجددا عن حقيقة وجود الممارسة الاستقاقية في موريتانيا حيث اعتبر ناشطون حقوقيون أن إنشاء المحاكم الجديدة يمثل اعترافا بوجود الظاهرة التي نفى الرئيس قبل أيام أي وجود لها في موريتانيا لمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الإعلان عن ثلاث محاكمة جنائية بموريتانيا مختصة في قضايا الاستقاق سيتم إنشاؤها في الأسابع القادمة بموجب مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس وزير العدل قال إن المحاكمة الجديدة تتوزع بين الواكشوت والنواذب والنعمة ويدخل في الاختصاص الترابي لكل منها عدة ولايات وعشار إلى أن تسميتها بمحاكمة جنائية تحدد نظرة الحكومة إلى ملف الاسترقاق وهي النظرة التي اعتبر أنها لا تقبل لمزايدة ناشطون حقوقيون اعتبروا أن إنشاء هذه المحاكم يعكس ابطرابا في التصريحات الرسمية التي تصدر بين الحين والآخر عن المسؤولين الموليتانيين وتنفي أي وجود للممارسة الاسترقاقية في البلاد تصريح الرسمي تكذبوا تصنيف العبودية جريمة ضد الإنسانية وتكذبوا تعدال قانون عامل أول لتجريم العبودية والاسترقاق وتكذبوا تعدال اليوم محاكم مختصة لمعاقبة كل من يمارس العبودية إذن يا الله نعود واضحين معروسنا ويبقى الحديث عن وجود الممارسات الاسترقاقية في موليتانيا مذار جدل بين الحكومة التي تنفيه ومنظمات حقوق الإنسان التي تقول إن لديها حالات مسجلة تثبت وجود الظاهرة فيما يجمع الطرفان على حضور الأذر السلبي لمخلفات ظاهرة الاسترقاق في المجتمع الموليتاني تتواصل الانتفاضة الفلسطينية على وقع عمليات نوعية ومواجهات يومية مع سلطات الاحتلال الصهيوني حيث ارتقت أرواح ذلاث الشهداء وإصابة العشرات بجراح في الضفة والقطاع في جمعة حافلة بالاحتجاجات المتنوعة في مدن وقرى متعددة من فلسطين المحتلة نتابع استشدى ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات الجمعة برصاص الاحتلال الصهيوني في حوادث منفصلة ومواجهات ضرية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة فقد استشهد مواطن وأصيب خمسة وثلاثون آخرون مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرقية قطاع غزة وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن المواطن سامي شوقي ماضي ثمانية وثلاثون عاما استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال شرقية مخيم البريج فيما أصيب عشرة آخرون في المواجهات الدائرة على مقربة من السياج الأمني الصهيوني الفاصل الشرقي المخيم وأكد القدرة أن تسعة مواطنين أصيبوا فيما أصيب سبعة منهم بأعرة في القدم إضافة إلى آخرين بحالات اختناق أصيبوا شمال القطاع فيما أصيب أحد عشر مواطنا بأعرة نارية في الأطراف السفلية برصاص الاحتلال شرقي القطاع وفي الخليل استشهد ظهرا مسن وشاب فلسنينيان في حادثين منفصلين شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة فقد استشهد مساء الشاب عودي جهاد أرشيد 22 عام بعد إصابته برصاصة في صدره في المواجهات المندلعة في بلدة رأس الجورى شمال الخليل وأكدت مصادر في المستشفى الأهلي أن الشاب عودي وصل إلى مستشفى الأهلي يعاني من إصابة خطيرة برصاصة في القلب أدت إلى استشهاده على الفور وكان الشاب أرشيد أصيب برصاصة في القلب أهناء تواغل قوات الاحتلال في منطقة رأس الجورى وملاحقة الشبال الفلسطينيين داخل الحي حيث أعلن استشهاده فور أصوله للمستشفى وأصيب تسعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات الجمعة في منطقة رأس الجورى بالخليل وفي وقت سابق استشهد المسن عيسى إبراهيم لحروب سبعة وخمسون عاما بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزون على مفرق حلحول شمال الخليل النار عليه بدريعة محاولته دهس مجموعة من الجنود وفي بيت لحم أصيب أربعة وسبعون مواطنا بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق في المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم الجمعة وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم محمد عوض إن حصيلة الإصابات بلغت خمسة إصابات بأعيرة نارية في الأطراف وتسعة إصابات بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط وستين حالة اختناق النتيجة تسنشاقهم الغاز المسل للدموع وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفرقدوم شرقق القيليات رياضيا في هذه النشرة يواجه نادي زمزم نادي توجنين مساء غد ضمن الجولة الثامنة من الدور الموريتاني لكرة القدم ويأتي لقاء المرتقب بعد فوز نادي زمزم على الحرس الوطني بأربعة أهداف للصفر وفوز توجنين على الجيش بخمسة أهداف مقابل واحد نتابع لقاء غرباء الدور الموريتاني أو لقاء الحلقة الأضعف ماديا فيما بينهما أو قل عنه لقاء تشابه المصائرة زمزم في مواجهة توجنين أو إن أحبب تقول عنه أيضا لقاء المقاطعات تيارت في ضيافة توجنين توجنين فريق قادم من دور درجة ثانية مدعوم من طرف بلدية توجنين وحين حط رحله في دور درجة أولى طافته بعض الأزمات منها المادية ومنها غير ذلك كذلك نفس الشيء ينطبق على أبناء التيار التنادي زمسم فحين صعد لدور درجة أولى عانى كثيرا من ضعف الإمكانيات وعدم دفع أسر اللعبين بل إن إدارته وصل بها الأمر إلى أن باتت غير قادرة على توفير أحذية للاعبين حتى غدرت كل الأسمائه وكل ركائز كذلك نادي توجنين غدرت كل أسمائه وكل ركائزه بدع وجود خلاف بينها وبين إدارة النادي على خلفية عدم دفعه مستحقات اللعبين تم بيع نادي زمسم لرجل أعمال يدعى يعقوب السيديا فتحسن النادي كثيرا وعاد لسابق عهده وتتالت انتصاراته وتحسنت غروفه تماما وبات يعد في مصاف فرق الصفو نفس الشيء ينطبق على نادي توجنين حين تصالحت الإدارة مع اللعبين عاد الفريق وبقوة لسكة الانتصارات ولأن الناديين تشابهت مصائرهم وأحداثهم ومحطاتهم قررت الجولة الثامنة من الدور الموريتاني أن تضعهما وجها لوجه ولأول مرة في تاريخهما في لقاء شكله مختلف تماما أما مضمنا أحداثه ومحطاته كانت متشابهة وفي الأخير للمستطيل الأخضر حديث آخر ربما تختلف تمريراته وتكتيكه بل وأهدافه نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الجمعية الوطنية بنواكشوت تصادق على مشروع قانون المالية الأصلي بعد أزياد من شهر على مصادقة مجلس الوزراء علي هيئات ناشطة في المجتمع المدني تثير من جديد مشروع قانون مكافحة تدخين بموريتانيا وتدعو النواب للمصادقة عليه لقاء مرتقب مساء غد ضمن الجولة الثامنة من الدور الموريتاني لكرة القدم بين نادي زمزم وتجونين يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الله يرى على الشاشة شكرا لكم أطيب المنع اشتركوا في القناة